اشتركوا في القناة بعد كل التجاذبات السياسية التي حصلت في الأسبوع الماضي وربما بعد تأخير العطلة التشريعية التي يتمتع بها عادة النواب يعني ألغيت هذه العطلة ربما قسم منها بداياتها بسبب التفاهمات حول موضوع الموازنة العراقية وما لدى الكتل السياسية من تحفظات عليها بعد الفاصل راح نناقش هذا الموضوع إن شاء الله مع ضيفي في الستوديو الأستاذ محمد زنقنا المحلل السياسي مرحبا بك أستاذ محمد ومباشرة نذهب إلى فاصل وبعدها نواصل من جديد مرحبا بكم البرلمان العراقي أقر في جلسة التي عقدها أمس الأربعاء وبحضور 186 نائب موازنة البلاد للعام 2017 قيمة الموازنة 79 تريليون دينار يعني تقريبا ما يعادل 68 مليار دولار قيمة العجز الإجمالية بلغت 21 مليار دولار يعني إحنا ربما هاي السنة الثالثة أو الرابعة اللي دائما نقر بيها الموازنة وعدنا نسبة عجز طبعا خفضت الموازنة عن موازنات الأعوام السابقة أبوابها أيضا وأبواب صرفها ربما الآن إخذت إطار آخر الكلام شيء والتطبيق شيء آخر هنا حددنا قانون الموازنة سعر البرميل برميل النفط ب 42 دولار معدل التصدير اليومي يبلغ 3 ملايين و 750 ألف برميل بضمنها 250 ألف من حقول إقليم كردستان و 300 ألف من حقول كاركوك هذه الافتراضات كلها وضعتها الموازنة اليوم وعلى أساسها أقرت الموازنة لكن تفاصيل الموازنة وأين ستصرف ربما أوجزها السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلنا نتابع وياكم أبرز الجوانب اللي تبناها مجلس النواب في موازنة 2017 أولاً إعطاء أولوية في تقديم الدعم للقطاعات العسكرية والصحية والتعليمية ثنياً توفير كل السبل لعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمارها ثلاثاً التوسع في فتح باب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية أيضاً ضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين ورواتبهم في القطاعين الذاتي والمركزي تم احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد أيضاً تم الإلزام بدفع الاستحقاقات التقاعدية لموظفي الشركات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة تم التركيز في الموازنة على تعظيم الموارد غير النفطية وتفعيل جبايتها إلى الخزينة العامة للدولة تم أيضاً دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية وإلزام الوزارات والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي تم التركيز على خفض الإفادات الخارجية وحصرها للأغراض الضرورية جداً وتقليص أعداد الموفدين وكذلك تم تخفيض نسبة الاستقطاع الضريبي رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومن جديد مرحباً بك أستاذ محمد في هذه التغطية الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي استعرض الأبواب التي ستصرف فيها الموازنة أول فقرة قال إعطاء الأولوية للقطاعات الصحية العسكرية التعليمية هذا الكلام النظري بالعمل يشيقون طبعاً هذه ثاني سنة أو ثاني مرة لا ثاني سنة تقر موازنة العراق ونحن في حكومة لا يوجد فيها لا وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا وزير مالية يعني الموازنة التي أقرت في العام الماضي بسبب وجود السيد الشيار زيباري في قمة وزارة المالية كانت أسرع مشروع قانون وأسرع قانون تم تمريره في داخل مجلس النواب العراقي وكان بكل صراحة يحتوي على أبواب يمكن أوسع من الأبواب التي رأيناها في قانون الموازنة لهذا العام ولم تطبق للأسف إذن من 2005 وحتى هذه اللحظة يعني لا نطبق ما لا نكتبه كل ما يذكر في أروقة مجلس النواب العراقي إما لا تنفذ أو تنفذ بأشكال انتقائية يعني سيد رئيس مجلس النواب ذكر مسألة العسكرية أو القطاع العسكري أين وزير الدفاع؟ أين وزارة الدفاع حول هذه المسألة؟ وأين المنظومة الدفاعية العراقية من تقنين الكثير من الميليشيات التي لم تكن منتظمة في داخل القوات العراقية أو داخل منظومة الدفاعية العراقية والتي كان قادتها يصيحون دائما أنهم أطول يد من الحكومة وكلمتهم تمشي أكثر من الحكومة بالنسبة للقطاع الصحي هناك أكثر من يعني بالضبط ما تحضرني الأرقام لكن بالآلاف من الجرحة ومن المرضى بأمراض وبائية يقبعون في المستشفيات لا يوجد حتى الطباء ولا كادر طبي لإغاثتهم ومعالجتهم بالنسبة للاستثمارات أنت عندك عجز 21 هاي أجيك عليها مباشرة يعني فيما بعد عندي يعني نص التصريح لكن خليني في موضوع القطاعات العسكرية الصحية والتعليمية اليوم لما نطلع ونقول إحنا أقرينا موازنة أول أولوية عندنا هاي الأمور القطاع العسكري تحديدا إحنا القطاع العسكري اليوم يعني مقسم عندنا به هواية أبواب نعم وأعتقد يعني إذا نأخذهن باب باب فالموضوع طويل لكن خلنا نعرج عليهم باختصار حضرتك ذكارة الآن أنه عندنا الدفاع والداخلية ما بيهم وزير صح تمام لكن أيضا موضوع تقنين المصروفات يعني أنا اليوم لازم أحط ميزانية ولازم أضع حد لموضوع الفساد اليوم نتكلم عن صافي خلنا نأخذه ونستبعد موضوع العجز ونقول أنه الصافي 68-21 يساوي 47 مليار دولار ترى 47 مليار دولار تبني 3 عراقات هذا صحيح إذا ما خلصناها بس من يد السيد الفاسد صحيح السيد الفاسد بس لا يدخل بيها ولا تكفي زايدة مسألة السيد الفاسد بكل الدائرة وكل الدولة تلقى السيد الفاسد هو موجود على قمة المؤسسة فإذا أنك تريد تتخلص من السيد الفاسد فلازم تسوي انقلاب كامل على المجتمع لأن المسألة للأسف صارت يعني صارت ثقافة اتجذرت حتى بين الناس أي المواطن البسيط ما رح يقدر يروح لدائرة ويمشي معاملة إلا إذا يعرف لشخص أو شخصين في هذه الدائرة المعينة إذن المسألة أصبحت ذات جانبين السيد الفاسد ومن يعاون السيد الفاسد على الاستمرار في فساده مجبورة يعني إذا ما تعرف لك شخص بدائرة أو بمؤسسة أو بوزارة ما رح تمشي معاملتك بالنسبة للقطاع العسكري البيشمرقة تم تجاهلهم هذه المرة أيضا مثل سنة 2005 وحتى هذه اللحظة وذكرت حكومة أقليم كردستان وذكر الرئيس مسعود بارزاني أيضا هذه المسألة التوضيحات التي قدمت من قبل حكومة أقليم كردستان نعم كانت هناك رسالة قبل قليل ربما يعني السيد المخرج يعني إذا أمكنت رسالة السيد رئيس الأقليم مسعود بارزاني نعم يعني هذا كان نص الرسالة ويعني أرجع الداخل معاك في موضوعها لأنه هي كانت ربما قبل قليل الموازنة بوبت قالت حصة إقليم كردستان من إجمال النفقات الحكومية هو 17% صح السيد مسعود بارزاني الآن بنص الرسالة وحضرتك تقدر يعني تأخذ أهمة بيك نعم يقول أن الموضوع ربما مطاطي العبارة مطاطية ويسل التلاعب بببببب شنو السر بالموضوع من عام 2005 اقترحت حكومة أقليم كردستان على الحكومة العراقية أنه يصير اجتماع موسع بين المؤسسات العسكري في داخل الأقليم وبداخل الحكومة العراقية حيث كان أنا ذاك الدكتور نوري المالكي هو رئيس الوزراء وباعتباره قائد عام للقوات المسلحة اقترحوا عقد اجتماع موسع لمناقشة هذه المسائل حكومة أقليم كردستان اقترحت على بغداد أنه تعتبر قوات البيشمرقة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية تتلقى أوامرها أول شيء من أقليم كردستان وإن كانت هناك مهمات في خارج الأقليم فسيتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية مثل ما هو حاليا موجود الجيش العراقي موجود في أقليم كردستان ومثل ما قوات البيشمرقة اليوم موجودة أيضا في طوص خرمات بضبط يعني هاي الأماكن هاي الأماكن المشمولة بمادة 140 كانت تدار بإدارة ثلاثية الجيش الأمريكي الجيش العراقي قوات البيشمرقة عندما انسحب الأمريكان من العراق اتفق الطرفا على أن تكون هناك إدارة ثنائية بين الجانبين بالتنسيق بين الجانبين لكن المالكي قسر هذه الاتفاقية وجيش القوات باتجاه قراتبا وباتجاه كاركوكو وباتجاه خانقين هدد باشتياح إقليم كردستان أكثر من مرة هذه التصريحات كانت واضحة هدد بقصف إقليم كردستان بطائرات الـ F-16 هذه التصريحات المسربة من كبار الضباط بداخل الجيش العراقي هذه المسائل لم تتم حزب الديمقراطي الكردستاني كان مقترح على قانون الموازنة أن الحكومة العراقية أو قانون الموازنة يوفر راتب ما لا يقل عن 100 ألف فرد من أفراد قوات البيشماركة ما لا يقل عن 100 ألف فرد هذه المسألة التي ذكرت في قانون الموازنة يعني تم التنازل فيها عن 95% من حقوق قوات البيشماركة في هذه المنظومة الدفاعية العراقية وللأسف قوائم كردية ساهمت في تمرير هذه هو الفعل الافتراضي الشي افترض اليوم قوات البيشماركة موظفين حكومة عراقية لهم موظفين حكومة إقليم وإذا هم جزء من المنظومة الدفاعية فبالتالي لهم حقوق مثل ما اليوم أكو حقوق للجند العراقي وأكو حقوق للشرط العراقي وستقر حقوق أو أقرت حقوق وستنفذ لابن الحجد الشعبي ولدينا قوات البيشماركة وقوات البيشماركة قوات معروفة ولها تاريخها ولها وضعها وما هي ارتباطاتها بالنسبة لقوات البيشماركة كما قلت هي اعتبرت جزء ضمن المنظومة الدفاعية العراقية ولكن بخصوصيات سماها الدستور بحراس الأقليم أو بحماة الأقليم ولهم كل حقوق وكل الواجبات التي تقع على عاتق أبناء هذه المنظومة الدفاعية العراقية يعني لما نعرف الجيش العراقي مثلا يتكون من كذا 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 ومن ضمن هذه النقاط قوات البيشماركة بتعريفها بتوضيحها بتبيان كافة ألويتها للأسف المماطلات التي كانت متواجدة من قبل الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة استمرت وتوسعت أكثر بحيث أصبح مثلا القانون الموازنة يفرض استقطاعات من رواتب الموظفين لأبناء الحجد الشعبي على رأسي يعني أبناء الحجد الشعبي ما قصروا بتحرير الكثير من المناطق ومحاربة داعش ومن البداية يعني أنا دائما أكرر هذه المسألة الحجد الشعبي ما كان مراد منه أن يكون مؤسسة ضمن مؤسسة أو مؤسسة عسكرية أو هي المؤسسة كلها حاليا صارت الحجد الشعبي كان من المفروض أن يكون مثلا جزء ضمن دائرة التوجيه المعنوي لتحشيد المواطنين العراقيين للانضمام أو الانخراط في صفوف الجيش العراقي للدفاع عن هذه الأرض بعد احتلال ست محافظات من قبل إرهابي داعش وبمرأة ومسمع من قائد السابق للقوات المسلحة ولكن للأسف التصفيات السياسية أدت بهذا التحشيد أن يتحول إلى مؤسسة مرادفة للحرس الثوري الإيراني أو قوات البسيج والتي تشكل اليد الطولة داخل الجيش الإيراني استقطاعات تفرض على جميع موظفي العراق لقوات الحجد الشعبي ولكن قوات الحجد الشعبي لا علاقة لها بإقليم كردستان يعني مجبور الموظف بإقليم كردستان أنه يعطي استقطاعات لقوات الحجد الشعبي وهي لا تدافع عنه طيب ليش ما وازنوا قوات البيشمرقة وقوات الحجد الشعبي أن ذاك الاستقطاعات كانت ستفرض وبكل ممنونية على المواطن الذي يعيش في إقليم كردستان والذي يعتبر البيشمرقة هو من أقدس طبقات المجتمع في إقليم كردستان وانتوا تعرفون هذا الشيء ولمستوا هذا الشيء بداخل المجتمع كردستان يعني هذه المسألة غدرت بقوات البيشمرقة أكثر من مرة ووجهت ضربة قوية للمنظومة الدفاعية العراقية وأعطت كل المسئولية وأعطت كل التسميات وكل القدسية للحجد الشعبي هذا معناه أنه اليوم حصة إقليم كردستان من إجمال النفقات الحكومية هو 17% بما معناه أنه حتى الرواتب من ضمنها لأنه اليوم وفق التصريحات الموجودة يقولك هذا جزء من الرواتب صحيح الحصة الـ 17% اليوم مطلوب منها أيضا أن يستقطع مثلا 3.8% لقوات البيشمرقة من موظفي إقليم كردستان هذه التفصيلة أصلا هذه المسألة غير مذكورة غير مذكورة يعني قوات البيشمرقة مجرد مذكورة بجملة واحدة ضمن القوات البرية للجيش العراقي حتى كانت هناك مطالب بتشكيل ما يشابه الأفواج الخفيفة التي كانت موجودة في الثمانينات والتي كانت مدعومة من قبل الحكومة العراقية والتي كان يسموها آنذاك بفرسان الدفاع الوطني وكانت لهم تسميات أخرى بداخل المجتمع الكردستاني لا نود ذكرها بالنسبة لهذه المسألة مسألة الاستقطاعات يعني هذه المرة أيضا البيشمرقة لم يحسب لهم حساب كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية بل المسألة مررت مرة أخرى وأهملت مرة أخرى بالإضافة إلى ذلك المشكلة ليس فقط بالبيشمرقة مسألة القطاع النفطي تفرض على حكومة أقليم كردستان أنه هي التي تدفع مستحقات الشركات وهي التي تدفع مستحقات تحميل هذه المواد وتصديرها يعني كل هذه المسائل نفقاتها تقع على حكومة أقليم كردستان وبالمقابل كل النفط يتسلم لشركة سومو وشركة سومو بذلك الوقت هي بمزاجها تنطي الـ 17% واللي ما يعني تعلى من 2003 حتى هذه اللحظة ما واصل الـ 17% لإقليم كردستان أكبر نسبة موازنة لإقليم كردستان واصلة من بغداد حتى الآن 11 أو 12% لحتى هذه اللحظة هناك نفقات سيادية نفقات خارجية نفقات كذا كذا كثير من النفقات وعائدات القمارق وكذا وبعد كل هذا يطلع نائب من نواب التحالف الوطني والذي يصنف نفسه ضمن جبهة الإصلاح يقول نحن نعمل على حل إقليم كردستان وعلى إزالة إقليم كردستان وعلى حل كل المؤسسات الحكومية الموجودة في إقليم كردستان إذن العبارة صارت واضحة والمسائل صارت واضحة جدا كل هذه المسائل لا متعلقة لا بروح قومية ولا بروح وطنية ولا بروح أخوية عراقية المسائل هي تأتي خطوة بعد خطوة جاءت بإقالة سيده الشيار زيباري واستمرت حتى هذه اللحظة بإهمال الفيشمرقة في قانون الموازنة خلنشوف تصريح التحالف الكردستاني على الموضوع نواب التحالف الكردستاني زمين المخرج يعني أيضا كان لهم كلمة حول إقرار الموازنة خلنشوف وحقيقة هذه الموازنة يعني شهدت إعادة بناء يعني ليست تقليدية كما كل سنة إنما في هذه المرة حقيقة كان هناك اهتمام من القوانين المهمة الذي يحمل الكثير من النقاش والجدل للكرد كان هناك استحقاقات وفق القانون والدستور في الموازنة وأهمها موضوع حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان وتخصيصات الفيشمرقة الذي يقاتل اليوم جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي مع الشرطة مع الحجد الشعبي البطل ومع القوات العشائرية كل القوات لمحاربة رجعنا وياكم مشاهدين الكرام هذا التصريح كان لي السيدة آلة طلباني بخصوص موضوع الموازنة والتخصيصات المالية ورواتب الموظفين في كردستان هذا الخلاف طيب لا نسميه الخلاف دعنا نسميه هذه الأزمة المزمنة جدا ما بين حكومة تقنيم كردستان والحكومة العراقية اليوم ربما اتبلورت واتجذرت في شيء واحد فقط وهو الموازنة اليوم أكو أزمة مالية ضاربة العراق كلها لكن خانقة في كردستان صح تعتقد اليوم هاي الأزمة جاي تستخدم ضد الإقليم علما أنه الإقليم اليوم ما يحكي فقط بنفسه وبإسمه ونحن بهذا الكلام مدى نحا بأحد لكن أنا عندي فقرة ثنين ذكرها السيد رئيس مجلس النواب وقال توفير كل السبل لعادة النازحين وإعمار مناطقهم أنا أتكلم عن مكان استقبل في يوم من الأيام ما هو يعادل عدد سكان من النازحين بالضبط بالتالي اليوم ما نحتاج أكثر شوية مرونة من الحكومة العراقية بالتعامل والتعاطي مع مشاكل إقليم كردستان بدعم إقليم كردستان هاي الأمور كلها لازم اليوم تكون محسوبة بالنسبة للنازحين حكومة بغداد أبد ما اعتبرت نفسها حاملة لهم هؤلاء النازحين للأسف ولا الجهات الدولية ولا منظمات المجتمع المدني باتوا النازحين للأسف عامل لاشتهار بعض الأفراد ضمن منظمات المجتمع المدني أو ضمن بعض القنوات الإعلامية لعرض العضلات هذا أولا ثاني شيء الأمم المتحدة جاي تقول لك تقول لك هؤلاء نازحين من داخل بلد واحد مو مهاجرين من بلد إلى آخر مو عابرين للحدود لا في داخل حدود الدولة الواحدة ومساعدتهم تحتاج إلى بيروقراطية بيروقراطية موجودة يعني بشكل سلبي جدا بداخل الأمم المتحدة كما كانت موجودة في سنة الواحد والتسعين ولكن سنة الواحد والتسعين طبقت الأمم المتحدة مبدأ كسر السيادة في تحديد خط 36 لإقليم كردستان وهذا كان طفرة في تاريخ الأمم المتحدة نجي على مسألة كامل الموازنة واستحقاقات أقليم كردستان والنقاط الضبابية الغير واضحة التي أشار إليها الرئيس مسعود بارزاني في رسالته طيب لو أقليم كردستان سلم 550 ألف برميل من النفط الخام لحكومة بغداد سعره يوصل 693 مليون دولار شهريا حصة أقليم كردستان ما راح توصل 513 مليون دولار في حين أنه بغض النظر عن كل الصعوبات إذا باعها الأقليم راح يكسب 180 مليون دولار شهريا 180 مليون دولار شوف التفاوت بين النسبة إذا باعها الأقليم أو إذا سلمها لبغداد حاليا الأقليم يستلم 722 مليون دولار من بيع 550 ألف برميل في اليوم الواحد يعني 210 مليون دولار زائد من اللي بغداد مقترحتها في قانون الموازنة طبعا هذه التوضيحات أحب أن أنوه مقدمة من قبل السيد عبد السلام برواري النائب السابق في برلمان كردستان حتى تكون حقوقها محفوظة وحتى لا أعتبر أنه أنا صاحب هذه التوضيحات نعم ومشكور أن الجهلة تحية كبيرة نعم بالإضافة إلى ذلك يعني إذا تسمح لأنه أوضح المسألة أكثر الأقليم يحتاج أكثر من 500 مليون دولار 500 مليون دولار ما عدا الرواتب الرواتب يعني مرات تشكل 880 مليون دولار شهريا لمليون و400 ألف مليون و400 ألف موظف ومنتسب داخل حكومة أقليم كردستان يحتاج 89 مليون للشركات النفطية 120 مليون للكاربة 198 مليون لإعادة النقود أو المبالغ التي استدانها أقليم كردستان من البنوك العالمية خلال سنة ونص بالإضافة إلى 100 مليون للعمل اليومي لحكومة أقليم كردستان أو لمؤسسات الدولة بالإضافة إلى ذلك إذا كانت كانت صادرات أقليم كردستان أكثر من 250 ألف برميل في اليوم الواحد والتي إذا سلمها إلى بغداد ما راح يوصل لإقليم كردستان غير دعش بالمية وهناك أيضا ضربة أخرى وجهتها بغداد لحكومة أقليم كردستان يعني حتى ما ساوت موضوع الموازنة حتى مصباط عشيه بالضبط يعني ما مو أكثر من دعش بالمية هذا ما عدا البيشمرقة مصارف البيشمرقة والرواتبهم مهمة اللي تعتبر خارج المفروض اليوم بالضبط يعني لازم تكون 17% من موازنة المنظومة الدفاعية العراقية يعني هي خارج كل الأرقام التي تم ذكرها بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة أخرى تلاعبت بها حكومة بغداد حول هذه المسألة الدولار حاسبته بمئة 1182 يعني بالشكل عام لكن حاسبته على الأقليم ب1300 دينار يعني يشوف أيضا التفاوض بهاي المسألة شهريا الأقليم راح يخسر أكثر من 50 مليون دولار هو هذا كل نتاج هذا قانون الموازنة هذا اللي جاي ده نقرأ ده نعرضه وللأسف يعني أما هناك فهم من قبل المؤيدين من داخل الكتل الكردستانية أو هناك موافقة أو هناك يعني اتفاقات سرية معقودة بين هذه الكتل وبين الكتل المتنفذة فيها زين نحن دعنا نأخذها بشكل عام اليوم دعنا نجيبها عراق كامل العراقي خلال هاي السنين اللي مضت ما نعتقد استفاد جدا من الموازنات صح أبدا موازنات المحافظات المنكورة لم تصرف و سمعنا أكثر من مرة من أكثر من مسؤول قال أن الموازنات موجودة سألت أحد السادة أعظام مجلس النواب هنا من هذا المنباب قلت أين قال موجودة ومبالغها موجودة طيب لماذا لا تصرف يقول لي اسأل الحكومة صح زين اسأل الحكومة اليوم حكومتنا هاي المبالغ المتراكمة مثلا للمحافظات المنكوبة واني اليوم عندي تصريح السيد سليم الجبوري واضح يقول لك اليوم إذا رجع النازحين وريد أعمر مناطقهم وريد أفتح أبواب الاستثمار أيضا وريد أدعم المنتج الوطني وآني ضامن لحقوق ورواتب الموظفين كلهم وريد أعظم الموارد غير النفطية هذا الكلام كله كلام حبر على وراء جميل جميل يعني لأسد تمندت تسمعها يعني أكيد كيفت صحيح لكن إحنا نحكي عن آليات التنفيذ هل نمتلك إحنا كعراقيين اليوم آلية تنفيذ كل هاي الأمور خارج الأطر العسكرية خل نطلع من الإطار العسكري شوه؟ وضحنا الإطار العسكري وبينا أنه شلون توزعت الموازنة على ها علما عفوا أنه معركتنا اليوم مع داعش معركة محدودة بالضبط اليوم إحنا السنة ما نحكي مثل العام ولا مثل أول العام إحنا الآن معركتنا محصورة بما لا يزيد عن 55% من مساحة الموصل وعدنا جانب من جوانب قضاء الشرقات وعدنا الحويجة وما عندك وزير دفاع وما عندك وزير دفاع وما عندك وزير داخلية وما كان عندك وزير مالية من مرر قانون الموازنة بالنسبة لما قاله السيد سليم الجبوري طبعا خلينا نكون واقعيين شوية من سنة العشرين وحتى هذه اللحظة الحكومات العراقية تعد وعود شبيرة جدا يعني يتخيل المواطن العراقي دائما أنه راح يعيش بيوتوبيا ودائما لما يعيش الواقع المر يعيش الواقع المر يتمنى أنه هاي الحكومة تزول وتجي حكومة ثانية لكن الحكومة اللي راح تجي راح تكون أسوأ من الحكومة لو تطلع لنا تقارير من الخارج من أوروبا وغيرها هاي شوية لطائف يقول لك العراق إذا كذا إذا كذا راح تتبلط الأرصفة مالت كلها ذهب هاي سامعيها كلنا بس أشكل رصيف حتى سمنت ماشي بقى عدك أكثر من ثمانية مليون عراقي تحت خط الفقر يعني منقول فقرة الفقير ممكن يعني أحده شوية يتريق ويتغدى ويتعشر بالضبط تحت خط الفقر يعني شلون يعيشون على الشوارع بالصرايف ببيوت تنك ونايلون هاي لحد الآن احنا 2016 وراح بعد كم أسبوع راح نمر على 2017 حتى هذه اللحظة هذه المسائل الموجودة عدك 2 مليون نازح بإقليم كردستان وما عدا 6 مليون مهاجر عراقي في تركيا في عمان في لبنان في كذا 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 هربا من إرهابي داعش نعم معركة داعش أشرت لها اليوم هي معركة محدودة جدا بدل ما كانت ويها 6 محافظات بدون اتفاق عسكري هسا عدك اتفاق عسكري ويها الإقليم الأمريكان موجودين قوات التحالف عندي تقريبا نصف محافظة على مستوى المساحة وعندي قضاء نصف قضاء ونصف نعم وقضاء قضاء تقريبا التحرير الكامل والتحرير الكامل لهاي نصف محافظة ونصف قضاء حتى الآن تنقصه الشجاعة للدخول لهذه المعركة ولحد الآن نتحدث عن خيانات داخل صفوف الجيش العراقي وهذه المسألة موجودة ويصرح بها يوميا يعني وأعيد وكرر في ظل عدم وجود وزير للدفاع للإشراف حول هذه المسائل طيب السيد سليم الجبوري لما يقول هاي المسائل قيلت أيضا في الانتخابات قيلت أيضا في برامج الكتلة الانتخابية كلها بدون أي استثناء لأي قائمة انتخابية ولكن اش حققوا منها واش راح يقدر يحقق يعني المواطن العراقي اليوم يسأل الدكتور سليم الجبوري بكل هذه الوعود لما تقول القطاع الصحي تروح أي مو بعيدين اللي صار بالمستشفيات العراقية من حرق الغدج من وفاة المرضى بدون وجود أدوية من وفاة نازحين بسبب المرض بسبب الحال نحن دائما نقول أنه الخلل مو بالنظرية الخلل بالمطبق بالضبط يعني أنا اليوم هاي 47 مليار صافي ما أذني العجز خلعته برهن جزرا أساسا من صح ما يكفن العراق حتى يعيش بأمان وسلام يعني يمكن تدري أخ أنس المتطلبات مثلا بالثمانينات والتسعينات للشعب العراقي أو لشعوب الشرق بشكل عام خصوصا بالعراق في ظل ابتعاد كامل عن التكنولوجيا بوقتها كانت أقل بكثير مما هي الآن يعني برميل النفط يمكن كان ب 20 دولار أو 21 دولار بثمانينات والتسعينات وكانت الرواتب موجودة وكان يعني ما أقول لك كل شيء هي المشكلة اليوم أكو تفاصيل التفاصيل اللي شوي يطخ الموظف اللي شوي يطخ المواطن هاي الأمور يمكن صلت عليها الزميل عبد الرحمن النجار بتقرير نشوف التقرير وبعدها نرجع مرة أخرى يطل قانون الموازنة ذو الكثافة المالية بمستقبله المجهول إلا أن الأوساط الشعبية فضلا عن السياسية وجهت سهام نقدها اللاذعة نحوه كونه غير مجدم بغض النظر عن وصف الفتلاوي له بالأكذوبة فبعد تحديد قيمة الموازنة المنتظر إقرارها يوم غد المقبل والبالغة 105 تريليون دينار بعجز تقريبي يقدر بـ 26 تريليون يرى العديد من المراقبين أن لا مستقبل واضح لفائدتها المرجوة المعترضون على الموازنة عللوا نقدهم هذه المرة ليس بسبب تلك المليارات الضخمة إنما اعتماد العراق على الإنتاج النفطي فقط كونه لا يعد بلداً مصدراً لصناعات غير نفطية الأمر الذي يجعله خارج نطاق الإنتاج البديل وعودة على بد يؤكد محللون أن نية الحكومة بفرض الضرائب على السلع والخدمات والتي وصلت مؤخراً باعتزام الحكومة فرضها على بطاقات شحن الهاتف والإنترنت سيسبب نقماً شعبياً على نطاق واسع خصوصاً مع عدم وجود مكافآت خدمية تجاه تلك الضرائب ومن جانب آخر قالت المالية النيابية أن نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين سيكون ثلاثة بالمئة فيما وصف ذلك مختصون في الشأن الاقتصادي بغير المنصف وذلك لضعف مرتبات الموظفين لدى شريحة عرضة من المواطنين وانخفاضها عن مستوى الطموح وفي الوقت ذاته بحث مراقبون عن حلول قد تغني الحكومة من قرار الاستقطاع ملمحين إلى الاقتراض كحل وسط ولعل ذلك كان ما صحت عليه وسائل الإعلام بإقراض الصندوق النقد الدولي للعراق أكثر من 6 مليون دولار شكراً لزميل عبد الرحمن النجار هذا التقليد طبعاً كان ما قبل إقرار الموازنة فكانت بيه الهواجس حبينا نعرض لأنه أكو هواجس تفاصيل التفاصيل المواطن شنليهم المواطن اليوم يمكن سادة المشاهدين وقلناها لأكثر من مرة لا يهتم بمن يحكمه يهتم بكيف يحكم اليوم عندنا موازنة وهاي الموازنة اليوم نحتاج إلى إدارة حكيمة من أجل أن نصرف أموالها في أبوابها الصحيحة وما لد نتوازع همين ونرجع مثل ما كان الكلام في نهاية التقليد للزميل عبد الرحمن وهم نرجع النوب وهم نقترض يعني هذا البلد بلد غني يقترض شنو معناها على أساس نقترض وشنو المشكلة اللي عندنا حتى نقترض نحن عندنا نفط وعندنا الصناعات غير النفطية وعندنا أيضا يعني أبواب موجودة حتى نخفف شوية من هذا الاستيراد موضوع دعم المنتج الوطني يا أخي والله منتجنا الوطني خبل ويضاهي الأجنبي وأنت تعرف كل الزين أنت عايشة على أيدك لكن يحتاج شوية اليوم بعض الشركات أن نطور مكائنها أن نطور الأيدي العاملة اللي بيها الفنيين المختصين حتى أقدر أسوي منتج إضاهي المنتج الأجنبي وثقوا عدنا اليوم شركات في عراقنا في صلاح الديننا مثلا في سامراءنا يعني أدق مثال معمل أدوية سامراء اليوم منتجات تضاهي بل أفضل من كثير من المنتجات الدوائية اللي موجودة بالعالم فالمطلوب اليوم أنه ندعم هاي القطاعات وطبعاً أكو قطاعات تابعة يعني لموضوع التمويل الذاتي خاض عليه هاي المسألة واليوم لما أفرض عليها ضرائب وموضوع التقاعد وغيره وغيره يراد أيضاً إعادة النظر حكومتنا العزيزة لأنه اليوم الشركات اللي تخضع للتمويل الذاتي هي أساساً توقف على حيلها فأكفوا إياهم وأكفوا إيا موظفيهم خصوصاً أنه مخصصاتهم قليلة ما عندهم رواتب عالية مثل رواتب بعض الوزارات يعني اليوم هناك رواتب في وزارات شخص بالدرجة السابعة راتب مثلاً مليون واربعمية وشخص بالدرجة السابعة بوزارة أخرى تابعة للتمويل الذاتي راتب كلما يطلع أكثر من خمسمائة ألف أكو تفاوت اليوم وكو تفاوت حتى على مستوى التعينات واليوم مشكورين قلتوا وقفنا التعينات في يعني التعينات حتى تحسرون العدد وحتى ما تصير زيادة بالنفقات وأيضاً نقول لكم مشكورين بس نريد نقول لكم مشكورين بنهاية السنة لما الرواتب تكون كاملة ولما موضوع الضرائب هذا ينحسن بصراحة اليوم المواطن ما بيحل تفرض علي ضرائب يا أخي كافي عاد بلد المفروض ما يدفع ضرائب عدنا ثاني احتياطي بالعالم سيد محمد شيد قول يعني شر البلية ما يضحك للأسف لما تنفرض ضرائب خصوصاً على كروت النت وكروت الشحن للتليفون هذه من أهم متطلبات الحياة لدى المواطن بصراحة أنا ما مقهور على اللي مفروض على بطاقات السفر على تيكت السفر لأن أكثر هم هم اللي راح يسافرون لكن حيعوضون الضرائب الموجودة مهمة مدفوعة أصلاً مدفوعة أصلاً من الدولة يعني النقطة المهمة أنه تخفيض الإفادات وتقليلها وتقليصها لكن من اللي راح يكون موجود ضمن الإفادات نفس الوجوه اللي جاي نشوفها تتصرح وتحشي وتبين أنه إحنا بيوتوبيا وإحنا بالمدينة الفاضلة لأفلاطون ونفسهم نشوفهم بنفس الإفادات وبنفس الدول ومن يرجعون ومن يرجعون يقولون على أساس أن الدول اللي كنا بيها تحوق مؤامرة ضد العراق ومؤامرة ومؤامرة طيب يا أخي أنت صار لك 96 سنة دولة ما وزنت بعلاقاتك الدولية مع كل دول العالم ما قدرت أن تبني جسر من العلاقات على الأقل إذا تصير خصومة سياسية بين دولة وأخرى تقدر يعني تبقي أشياء مهمة جدا على سبيل المثال خرجعا على سبيل المثال مصر وتركيا على علاقات يعني علاقات دبلوماسية مقطوعة لكن أكو تجارة أكو سياحة أكو سفر ما مقطوعا المواطنين بين البلدين وكثير من دول العالم تركيا وإسرائيل أكثر من مرة صارت بيناتهم خصومات سياسية وصلت إلى التراشق المباشر بالكلام بين أخطاب السلطة بين الطرفين لكن أكو سياحة يعني تجيب أكثر عدد من العائدات بالذات لتركيا كونها من أكثر الدول السياحية نجاحا على مستوى المنطقة منطقة الاستعداء كلفنا كثير ومنطقة الاستعداء الداخلي أيضا كلفنا كلفنا أكثر أخ أنس من 91 من سنة الـ 80 إلى 91 إلى هذه اللحظة تعرف أنه لما نقول أن الموازنة العراقية تكفي لثلاث عراقات لكن ثلاثة أربعة تروح للقروض للدول إما اضررت بسبب العراق بسبب سياسات العراق أو العراق سياسات العراق سببت بهذا يعني أنت التالي العمر لازم تدفع قروض لهاي الدول إذا كانت دول عربية أو غير عربية أو غربية أو ما شابه هي هذه السياسات الديون القروض الديون اللي لحد الآن والتالي العمر ستكون موجودة على العراق واللي مرات للأسف يضطر السياسيين للتنازل من جزء من أرض هذه الدولة للدولة المجاورة أو لأي دول أخرى بحجة الاستثمارات بحجة تعديل الحدود وترسيمها هي اللي وصلتنا لهذه المسألة وإذا استمرت بعد قول السلام على هذه الحكومة الموجودة لأن هي أولا صارت على تركة خراب من الحكومات السابقة وما عدلت خربت بالزايد وخربت أكثر ونشوف بعد بالمستقبل إش راح يصير يعني معناها أنت اليوم أيضا رح تدخل من قائمة الأشخاص المتشائمين ما أحب أني أبين سوداوي أو متشائم لكن ما أحب أغض النظر عن الواقع اللي جايدا نعيشه يعني الواقع اللي جايدا نعيشه لأن اليوم مقبلين أيضا على هواية أمور لدينا شيء اسم التسوية السياسية بعد قانون الحجد الشعبي وين التسوية؟ هو يقول لك اليوم قانون الحجد الشعبي مقر وبناء على يمكن أيضا رح يدخل موضوع التسوية السياسية اليومك شخصيات سياسية دا تعمل على موضوع التسوية لكن أكو شخصيات كثيرة سياسية خليك من الكرد والأحزاب الكردية ما يعني ما كانت التصريحات قوية حول هذه المسألة مجرد التصريح كان كنا نتمنى أنه يكون لقوات البيشمرقة نفس الحساب اللي حسب للحجد الشعبي في داخل مؤسسات الدولة العراقية ولكن هناك شخصيات كبيرة من العرب السنة مثلا انسحبت من التسوية بمجرد إقرار قانون الحجد الشعبي في داخل مجلس النواف انسحبوا من هذه التسوية ورفضوا التسوية حتى هذه اللحظة وغير قابلين بالجلوس على مائدة التفاوض مع جزيل الاحترام للسيد عمار الحكيم اللي يعني حتى هذه اللحظة هو مجغول بلملمة الشمل العراقي ولكن مهمته صعبة جدا بل شبه مستحيلة في هذه الفترة إذن وينها التسوية السياسية إذا أنت تريد تقنع المقابل بتسوية السياسية وتفرض عليه شيء هو رافضة أصلا مجلس محافظة نينة ومثلا ده رافض دخول للحجد الشعبي ومحافظات ذات أغلبية عربية سنية رافضة أصلا مبدأ وجود الحجد الشعبي بمجالس محافظاتها بعشائرها بسياسيها بشخصياتها طيب وين التسوية؟ أكو طيف أيضا آخر يقول لك أنا قابل بهذا الموضوع وأنه ذو لجزء من منظومة الدفاع وأنه نعم صحيح ولكن شوف النسبة أكيد شوف النسبة شوف النسبة التصفيات السياسية تصفيات الحساب السياسية بهذه الفترة تضطرهم إلى أن يوقفون بصف الأغلبية الموجودة الأغلبية السياسية المتنفذة الحاكمة في داخل مجلس النواب لكن وقت الانتخابات شرح يصير؟ يعني خلينا بص我們 لكن نفس المواطن رح يصوت خلينا بصوتها خلينا بصوتها اليوم السياسي إذا يشتغل في واد والمواطن والهموم والمواطن في واد آخر صحه هو متعارك هنا وصال له مثلا الثلاثة سنين متعارك على هذا الموضوع من كل طبعا من كل الفئات السياسية خليتحملونه شوية اليوم من كل الأطراف السياسية اللي موجودة اليوم في العراق اليوم هذا الطرف عنده مشكلة ويه وهذا عندنا مشكلة وهذا وهذا عندنا مشكلة والمشكلة صارة وأطراف والأطراف النوب أيضا تجذرت منها أطراف أخرى صحيح طيب أنا اليوم إلى متى أضلب هذه الدوامة أختصر لك المسألة يعني هذا النازح مثلا هذا النازح اللي صلى دخل السنة الثالثة وشاف درجة الحرارة مع هذه الليلة اللي كانت صفر بطبط فكروا بي أطراف الخصومة ذول الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة دي يفكرون بي لو دي يشتغلون في واد والموضوع في واد آخر شنو اللي ببالهم يعني أنت اليوم شنو تتحقق يا سياسي بصراحة اليوم شنو الفكرة اللي براسك تتحققها لما انتهى منلي قاعدتك الجماهيرية لما انتهى منلي الطرف قاعدة الجماهيرية للطرف الآخر شنو دي تحسبها دي تحسبها منطق آخر مو هذا بعدين يخلق الاستعداء إذا ما بقوا نازحين ما رح تبقى شعارات سياسية يستفيدون بها بوقت الانتخابات أو زيادة الحجد الجماهيري لهم إذا ما بقوا نازحين يعني رح تبقى ورقة اي فور فارغة من داخل سلسلة الشعارات اللي رح يطلقوها للمواطنين والمهجرين هذا مو جل الذات هذا جلد ابنت جلدة لأجل رفع الذات ورح اختصر لك المسألة وهذا مشروع آخر رح اختصر لك المسألة أخ أنس المواطن المسكين مع كل الامتعاض مع كل الاعتراض رح يرجع بالعملية الانتخابية يختار نفس الوجوه لأنه رح يقول لك اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه وإحنا جربنا هذولا ونقدر نحجي قبالهم ونقدر كذا كذا لكن الله أعلم اللي رح يجي ش رح يكون هل رح يكون أحسن أو أنقس من اللي من كلامك يمكن رح أختم يعني استاذ محمد يعني أنا أشكرك جدا على حضورك اليوم لهذه الترطية المحلة السياسية لستاذ محمد زنقنا ويمكن عندناك كلمة أيضا رح أقتبسها من استاذ محمد لما قال ايه اليوم التعرفه أحسن من اللي ما تعرفه لا المجرب لا يجرب احنا عندنا قادم أيام إن شاء الله نحاول بها أن نثبت استحقاقاتنا كشعب ما يصير اليوم أنا أرجع على هاي النظرية لا أنا أقدر أحكي ويا والله أقدر أسولف ويا أنت تقدر تحكي ويا بس وكنت شي ما يقدر يسوي لك عمي خلنلقاننا واحد ما نقدر نحط شوية ويسوي لنا شي في الختام تقبلوا تحيات كذا القسم الأخبار وتحياتي أناس عبد الرحمن وتحياتي المخرج سيف المهند حتى نلقاكم من جديد في تعطياتي الخاصة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر